بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في شرح الدرس الأول من الوحدة الثانية من كتاب التربية الإسلامية الفصل الأول للصف الخامس ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكه وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي روابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى إنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكم كثيرا وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ الدرس الأول هنا بعنوان الإيمان بأسماء الله وصفاته صفحة 24 سنقوم بداية بقراءة النصوص الموجودة في الصفحة ومن ثم سنستنتج من النصوص السابقة ما هو مفيد وخاص بأسماء الله سبحانه وتعالى قال تعالى إنه هو الغفور الرحيم قال تعالى إن الله سميع بصير قال تعالى إن الله على كل شيء قدير قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال بعد الانتهاء من قراءة هذه النصوص سنتعرف ماذا تحمل هذه النصوص في فحواها من معاني أولا أن الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات كثيرة ثبتت بالقرآن والسنة النبوية وثانيا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقات ليش؟ لأن صفات الله سبحانه وتعالى كاملة لا يعتريها أي نقص قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني لماذا صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقات؟ الإجابة هي لأن صفات الله سبحانه وتعالى كاملة لا يعتريها أي نقص دليل عليها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثالثا نؤمن بأسماء الله وصفاته التي أثبتها الله لنفسه في القرآن الكريم أو وردت في حديث صحيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم رابعا وأخيرا أن الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته واجب ولا يجوز إنكارها أي أن الإيمان بها واجب ولا يجوز أن ينكرها الإنسان ننتقل ونتعرف على عدة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى صفحة 25 وضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما ورد ذكرها في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة ما معنى أحصاها سنتعرف الآن على معنى أحصاها أحصاها تعني آمن بها وحافظها ومتفكرا في مدلولاتها ومعتبرا في معانيها وإن لله سبحانه وتعالى أسماء كثيرة أخرى لا نعلمها وقد وردت بعض أسمائه تعالى في سورة الحشر في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هذه السورة اجتملت على عدة أسماء لله سبحانه وتعالى سنتطرق الآن إلى حال النشاط الصفي صفحة 26 استخرج أسماء الله سبحانه وتعالى من النص القرآن السابق وأتفكر في معانيها النص الذي قرأناه قبل قليل سنخرج أسماء الله سبحانه وتعالى منها الأسماء هي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمين العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور هنا في هذه الآية القصيرة يوجد فيها 11 اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى سنتعرف على صفات الله سبحانه وتعالى بماذا اتصف الله سبحانه وتعالى ألف الوحدانية ومعناها أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد لا معبود سواه با الإرادة والقدرة ومعناها أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد ولا يعجزه شيء جيم السمع والبصر ومعناها أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر كل شيء دال الملك وتعني يملك كل ما في هذا الكون من مخلوقات فائدة أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى هي كلمة الله لماذا؟ لأنها تدل على الذات الإلهية التي تجمع جميع أسماء الله الحسنى والصفات العليا ويمكن الدعاء به أو بأي اسم آخر قال تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعون فله الأسماء الحسنى هنا تعلمنا أن أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى هي كلمة الله أثار الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته لما نعرف أسماء الله وصفاته ما بتأثر على إيماننا؟ أولا حب الله تعالى تزداد محبتنا لله سبحانه وتعالى با توثيق الصلاة بالله والثناء عليه بأسمائه وصفاته هنا ترتبط وتزداد الثقة بالله عز وجل والصلة جيم الطمأنينة والسكينة أي ينزل على قلب المؤمن الطمأنينة والسكينة دال تمثل بعضا من صفاته كالكرم والعطاء والعفو والحياة أي أن الإنسان المؤمن يجعل الكرم والعطاء والعفو والحياة شيئا أساسيا في حياته ويقوم بتمثيلها ها التواضع والتذل لله سبحانه وتعالى ودعائه بأسمائه وصفاته مثل يا رحمن ويا كريم نتذلل لله سبحانه وتعالى وندعوه بهذه الأسماء لافتة ننتقل لللافتة صفحة 27 تقول أنا مسلم وأعظم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته لما يجينا سؤال أنا مسلم وأعظم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته نضع إشارة صح عليها ننتقل إلى التقويم السؤال الأول أضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى الحكيم من صفات الله سبحانه وتعالى والقدير والقادر من أسمائه صح دال لله تعالى أسماء وصفات أخرى وغير الوالدة في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة صح ننتقل إلى السؤال الثاني أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي حكم منكر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته تعرفنا قبل قليل أن الإمام بها واجب ومنكرها يعد كافر عدد أسماء الله سبحانه وتعالى هو تسعة وتسعون أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى هو الله السؤال الثالث أذكر حكم إيمان المسلم بأسماء الله وصفاته ما هو الحكم؟ الحكم مواجب أن يؤمن بالله وبأسمائه وصفاته السؤال الرابع أذكر أربعة من آثار الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته يعني إحنا لما نؤمن بالله وصفاته إيش الأثار اللي بتعود علينا؟ واحد حب الله سبحانه وتعالى اثنين توثيق الصلة بالله والثناء عليه ثلاثة الطمأنينة والسكينة أربعة تمثيل بعض صفات الله سبحانه وتعالى كالكرم والعطاء والعفو خمسة التذلل لله والتواضع ودعائه بأسمائه وصفاته وانتقل إلى السؤال الخامس أعلّل صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقات لماذا؟ لأن صفات الله سبحانه وتعالى كاملة لا يعتريها أي نقص وصفات المخلوقات ناقصة السؤال السادس استنتج واجب المسلم تجاه أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ما واجبنا نحن كمسلمين تجاه أسماء الله وصفاته؟ يجب على المسلم أن يؤمن بأسماء الله وصفاته ويعظمها ويتفكر في معانيها وأيضا أن يعمل بها السابع أذكر الآية الكريمة التي تدل على عدم مشابهة الله سبحانه وتعالى للمخلوقات قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير السؤال الثامن أكتب آية كريمة وحديثا نبويا شريفا ورد فيهما بعض أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته آية كريمة قال تعالى الرحمن علم القرآن هنا كلمة الرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى حديث شريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق الاسم هنا رفيق أذكر السؤال التاسع والأخير أذكر المصدرين الذين نتعرف منهما على أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أي من أين نتعرف على أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته تحدثنا قبل قليل أننا يمكن أن نعرفها من القرآن الكريم وأيضا من السنة النبوية وهنا نكون قد انتهينا من شرح درس أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وتعرفنا على أسماء الله سبحانه وتعالى وبعضا من صفات الله سبحانه وتعالى والآثار المترتبة على الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى ثم قمنا بحل التقويم صفحة 27 ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكه وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى أنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيدكم كثيرا وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ اشتركوا في القناة